أعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة حالة الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 38% في عشد الماضي مقارنة بالشهر السابق مؤكدة أنه تم الإبلاغ عن أكثر من مليون واربعة آلاف حالة في جميع أنحاء العالم وبحسب تقرير جديد للمنظمة فإن الحالات المبلغ عنها لا تعكس بشكل دقيق معدلة الإصابة بسبب انخفاض الاختبارات والإبلاغ عالميا وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية فقد تم الإبلاغ عن أكثر من 770 مليون حالة إصابة بكورونا و6 ملايين و956 ألف حالة وفاة بسبب الوباء في جميع أنحاء العالم